تمالي بنقول السحر بينقلب على السحر وانت بتقول ده أمره مسلم به الناس اللي بتعمل بقى الأعمال نفسها اللي هما الدجالين دول ليه ما يتقلب عليهم مين قالك؟ مين قالك إنه ما بيتقلبش عليهم؟ أنا بسأل إن شايفاهم موجودين؟ لا طبعا التاريخ بيذكر لنا أنا شكتهم قبل كده لا وممكن يكون شايفاهم قدامك وما كويسين ولكن التاريخ زي ما قلت لك بيذكر لنا إن أبشع النهايات اللي حصلت في التاريخ هي نهايات الدجالين ومشي عوزين يبينقلب عليهم بيذكر في يوم الأيام يعني آه طبعا على رأسهم سيد الحسين الفلكي سيد الحسين الفلكي ده كان أشهر روحاني موجود في مصر في التسعينات لما اكتشفوا دهما دخلوا عليه لقوا جثته متفحمة متفحمة وعلى وشه أكبر ما يمكن من ملامح الفزع والرعب كأنه شاف حرفيا ملك الموت وقدام عينه طبعا ومتفحمة الجثة متفحمة وبقالها تلك تيام يا الله مين اللي عمل فيه كده؟ مفيش أي إنسان ومفيش أي طريقة اكتشفها لطب أو العلماء إنه يخل الجثة بالمنظر ده نروح بقى للحكاية التانية والحكاية التانية دي في الحقيقة من صعبتها ومن شدتها أنا بس هايزة أقف هنا قولت بس احنا قلنا إن هي صورت فيديو وقالت فيه كل الكلام ده كله وقالت فيه الناس يا جماعة أنا بابري زميتي يعني إن عملت في فلان وعملت في فلان وعملت في فلان وعملت في فلان وحصلها إيه؟ وفلان ماتت ما عملهاش حاجة ما حصلهاش حاجة ما حصلها إيه؟ يا مجرد إن هي بتقول ده عشان خطر تستريح من الألام والعذاب اللي هي شايفها في الكوابيس وفي الأحلام وفي الضمير وعشان خطر لما تقابل وجه كريم هي فاكرة إن بكده هي بتكفر عن الزنب اللي هي عملته وبتكفرها ده طبعا فجرت لنا مفاجآت كتيرة جداً إن ده عملت لأخوها وعملت لجوز أخوها مرات أخوها موضوع سهل جداً الحكاية تانية وادي ظهرت في التلفزيون واحد من كتر اللي هو مر بيه طلع أتكلم في التلفزيون قال لي يا جماعة أنا بقى لي 12 سنة كاملين بشوف الويل وفعلاً حكايته شبه أنا لما كنت قاعد أسمع وأتفرج لقيتها شبه أفلام الرعب اللي احنا نتفرج عليها بالزبط هو اسمه مصفر ومصفر ده طلع في القناة اللي فيزيون بيحكي وبيقوله إن أنا في مرة من ضمن المرات قاعد أنا وأخويا في البيت خالتي دخلت علينا وكان معاها عصير وقامت من الزلالي أنا العصير وقالتلي اشرب معزمتش على أخويا أنا بس فقلت لها والله مش قلت لي لا ده أنا اللي عمله لك وبإيدي ومخصوص لازم تشربه فسمعت كلامها ومرضتش أكسفها وفعلاً شربته وبمجرد ما شربته على طول بطني بدأت تقيب نار وحسيت اللي أنا شربته ده ينزل في جنبي مش في معدتي زي أي حاجة مشروع عطتله سمه ولا عطتله إيه؟ أغمى عليه لمدة عشر دقايق فجأة قال أغمى علي لمدة عشر دقايق وكل الناس بدأت تبقى مغضوضة علي إلا نظراتها كانت نظرات حقد وشماتها مش منطقية الكل لحظها بس يسكتنا ومحدش تكلم لأننا مش فهم مين إلا حصل المهم بعد عشر دقايق فقت والموضوع مش عادي واليوم كامل عادي وكان معاها مجموعة من الهدوم فقالت لمراتي أنا معايا لبسه عايزة إيسه ممكن تسمحيلي تفتحيلي قوضة إيسه فيها فقيت لها قوضة الأطفال موجودة ممكن تدخلي تقيسي فقيت لها لأ أنا هدخل قط النوم هي وسعة ومريحة أكتر بتقول وهو بيقول إنها دخلت وقعدت نص ساعة جوه الأوضة مراته كانت واقفة قدام الأوضة بدأت تشك إن في حاجة بتحصل خصوصا لما قربت ودناها عشان تسمع لقى صوت حاجة سرسوب كده مية بينزل وبيترش اتأكدت مليون في المية إن في حاجة حصلت بس قالت لما تطلع تشوف إيه اللي تم خرجت خلته من الأوضة دخلت هي لقات في حاجات فعلا متنعكشة في الأوضة في هدوم من هدومها مش موجودة ولكن ماشوا اليوم لحد ما يشوفوا القصة دي نهاية تاية مصفر بيقول إن في نهاية اليوم ده وهم داخلين يناموا بدأ هو يحس بسخنية جديدة جدا نغزة في كل جسمه في حاجة غلط بتحصل في حد طابق على صدره وقرق مش منطقي وبيقول إن الميلة دي والمدة 12 سنة كاملين فضل يعاني من جحيم على وش الأرض هو بيقول التفاصيل بيقول دي تفاصيل أنا كنت بس بشوفها في أفلام الرعب مراتي كانت كل يوم عايزة تخرج من البيت من غير هدوم وهي مش مستوعبة إيه اللي بيحصل لها؟ عايزة تخرج حالا وتقول له نا همشي بدأت تشوفني على هيئة كائنات مش بشرية تماما أشخاص كانت بتكرههم وبعد كده حيوانات وبعد كده دخلنا في زواحف لدرجة إنها كانت بتخاف مني ما كانتش بتنايمني جوه القوضة كنت ينام في قط الأطفال يعني ما عكنا بقى المهم من نايمة 12 سنة؟ 12 سنة كاملين 12 سنة وهو ساكت؟ طب إزاي؟ هو 12 سنة وهو ساكت الموضوع بقى وده برضو دي الحتة اللي محتاجين لنوه عنها إن الناس كتيرة بتحس إن حياة إن الموضوع عادي إن دي مشاكل عادية إن الزوجين زهقوا من بعض أو ملل أو مش متوافقين أو حد بصص لهم بس مع تكرار الموضوع بنامط ثابت دايما بنقول إن كده في حاجة غلطة لازم نعرف إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيتمي والموضوع جي صدفة يعني هم في مرة من ضمن المرات قاعدين وفي واحد بنسميه المعالجين الروحانين وبدأ يقول حاجات بالصدفة على حد تاني يعني هم ما كانوش عارفين على حد تاني فاللي بدأ يتشنج وبدأ جسمه يتصلب وبدأ يظهر عليه حاجات مش منطقية مين؟ الراجل ومرته اللي قاعدين هم ما بنومش علاقة أصلا بالقصة فقال لهم لأ تعالوا لي أنتوا في جنب تعالوا أنتوا إيه القصة؟ بدأ يقول حاجاته عشان يكتشف إنه هم اللي معملوهم واللي معملوهم كان صعب جدا لأنهم خدوا وقت كبير وقال لهم إن اللي عمل كده خلته بدأ يفتكر وإن فعلا اليوم اللي جات فيه عشان تحطوله العصير ويشرب هو العصير ودخلت قط النوم كان هو ده السبب ده الأعمال خلته اللي هي يعتبر هي المربيه ده خلت عشان تحطوله العصير ويشرب هو فيبقى عنده عمل وتدخل جوه قطة قطة نومه تعمل عمل لامراته ليه بقى كنت عايزة تجوزه بنتها يعني ولا؟ ولا الشر للشرر يعني؟ لا مش الشر للشرر بسبب مشاكل الميراث برغم إنه هو بيقول إن خلت دي هي المربياني أكتر من ده مني ولكن لما الأب أو الجد مات فضل وهي كذبت إيه بقى بعد التنشر سنة ولا أي حاجة في الأخير كمان الحكايات ما خلصتش بالنسبة لي مع الناس العاديين كمان المشاهير كان لهم نصيب ونصيب محترم جدا وفي قصة منهم أزهلتني صراحة نجلق بدر كانت بتحكي بيقول إن هي كانت مخطوبة في فترة قعدت فترة طويلة مخطوبة والفترة دي كانت بتشوف كمية كوابيس ورعب مش منطقي كوابيس ورعب لدرجة إن هي ما كانتش قادرة تنام لمدة أيام طويلة يعني بتقول أقصى مدة ممكن إنسان ينامهاش حوالي ثلاثة أيام أو أربعة أيام يعني بتقول إن هي كانت ممكن تكسر الرقم ده من كتر ما هي خايفة إن هي عينيها بس نغفل كلمت دار الإفتة مخصوص عشان خاطر تعرف اللي بيحصل ده إيه بعتولها حد وبدأ يقرالها في البيت فعلا عشان يكتشفوا إن فيه مصمار فوق السرير والمصمار ده عليه هدية والهدية دي من خطبها اللي في الهدية عمل وبالمناسبة عشان خاطر ناس كتيرة جدا اللي أنا هقوله ده موجودة في بيتهم هي الريشة اللي كان فيه بعض الأساطير بتقول إن الريشة دي بتمنع الكوابيس والأحلام المؤذية بالزبط كده فناس كتيرة بتهادي ناس كتيرة بتهادي بعض فيها حلوة كلام؟ ولكن أكتر من موضوع أكتر من موضوع قصادي الموضوع ده بيبقى فيه عمل فبدل من هو ياخد الكوابيس بيحط لا هي دي أسل حاجة هي دي 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 عشان الأحلام اللي مش زريفة آآ عندي في الويتام الأحلام اللي في البيت فوق السرير دي بس حاجة في الثقافة بتاعة الجنوب جنوب بص انا فكرة الاعمال دايما بيقولي ان احنا الذكر مهم جدا والصلاة مهم جدا حدش بعيد عن اي حاجة بس الواحد طول ما هو لازم يحصن نفسه زي ما بقوله عشان كده في الرقية الشرعية ولكن خلينا اقولك ان رسول صلى الله عليه وسلم تحصل طبعا مدلم يقول طبعا انه مفيش حد مفيش حد ممكن يبقى معصول هو ذكر في القرآن بس خلاص هل تقول الرقية الشرعية بتفك الاعمال؟ لا أعتقد لا رقية الشرعية بتفك الاعمال او بتكتشف او بتدل بتعرفنا الاعمال موجودة ولا لا دي قصة ثانية بس احنا بالنفسنا يعني ساي مثلا رانا عندها الريشة دي فوق السرير او انا هقدر اعرف منين ولا لازم يكي حد مقرئ زي ما حصل لا طبعا ما تقدريش تعرف اي حاجة الناس العادية معداش القدرة دي احنا بنتكلم على ناس احنا بنتكلم على اخ ممكن يعمل اخوه احنا بنتكلم على صديق وصديقه وكان يديله اكله وكان فيه اعماله انا لازم طول الوقت تكون متيقذ انا بتكلم وبنعرض الحكاية ودي عشان نقول ان النهاردة في الفين عبعة وعشرين وانا كنت اعتقد ان مع تطور التكنولوجيا الوعي في الامور دي هيقل لا الموضوع بيزيد جدا موضوع بيزيد بشكل مش منطقي عايز اقالك سؤال ممكن ما يكونش الاجابة عندك بس انا كحد عايز اعرفه كل الناس اكيد اللي بتتفرج دلوقتي عايز اتعرف لو انا معمول لي عمل يعني لان زي ما بتقول ممكن تبقى حاجات عادية انا ببنامش عشان عندي قرق تعبانة بفكر في موضوع او معمول لي حاجة مش طبيعية ممكن انا كشخص عادي اعرف ازاي عن طريق ايه يعني؟ احنا عندنا دار الافتاء زي ما انا قصة بتاعتنا جالاها بقدر واللي نقزتها دار الافتاء فأكثر من مكان ده وسيلة شرعية جميلة بتبدأ بسألوك بعض الاسئلة المختلفة اللي انت بتحس به اللي انت بتشوفيه وموضوع بيبقى موضوع موصول طبع الدولة مش بتنروح لاتجاه النصابين واعتقد ان في الكنيسة برضو بيتم عمل بعض الحاجات زي دي كشف عن الموضوع ده انا بسأل عشان كده عشان الناس ما تخشش من حت الحتة اللي بيحصل حد عم اقول له عمل يروح لدجال تاني عشان يفك العمل فانخش بنفسها قدر الافتاء لان الدجال ده من ناس ناس كتيرة ناس كتيرة جدا ما كانش عندهم حاجة ومجرد بس انهم شكين راحوا لدجالين فالدجالين خلوا عندهم حاجة ما هو ده اللي انا بقوله يفتح عليك بيب 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 بهنم صداني شر الشر الشر اعرف ان انا اقول مرة اعرف ان دار الافتاء ليه علاقة بالموضوع ده ان انا لو شك عمري ما كنت افكر ده الافتاء فأنا سألت لان ده موضوع مهم اه طبع ان دار الافتاء بس هي بتعمل ايه ممكن تبعاتلك حد انه يقرأ لك قرآن في يقرأ لك قرآن ولو الامور المعتادة مفيش بقى الكلام بقى له علاقة بقى بالحاجات الغريبة اللي احنا بنصنع ان اجلبت رحت لهم تاني لان الموضوع يا فاكرة لما اكتشفوا ده ان الكوابيس هتبدأ انها تنتهي ولكن الغريب ان فعلا الكوابيس ما انتهتش ونفضلوا برضو يعملوا نفس الحركات اللي بيعملوها كلمتهم تاني فاكتشفوا ان في عمل موجود في المخدة اللي نايم عليها لا 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 جو المخدة وبرضو خطيبها هو اللي عامله احنا بنحاول ان احنا نجيب ايه نجيب نجيب الناس اللي هم اقرب ناس ليك بتقول خطيبي وخطيبي لمدة طويلة جدا تخلين واكلين شربين في كل حاجة عن بعض فيعملي عمل او اتنين من الاعمال عشان يحول حياتي هو ده بقى الفكرة عمل ليه بقى ده اللي يعني هي بس اللي تقدر لدينات جاوب عليم التفكير او فكر البناء ادم اللي بيعمل عمل ده مارن برضو مارن ايه بس سوزان بدر الدين بقى وده فنانة تانية هنا اللي قالت مين اللي لها العمل وكان فيه هدف من العمل ده ودي بالنسبة لي قصة غريبة جدا بتقول انها كانت كل عمل تدخله قبل ما تيجي تمضي يحصل حاجة العمل يبوز كل الناس كانت بتقول لها ان فيه حاجة غلط وهي كانت فاكرة ان ده عدم توفيق من ربنا لانها كانت مقتهدة وكانت بتسعى وبتعمل اللي عليها لحد ما مرة مع مرة ودوها الشيخ واكتشفوا ان فيه فنانة كبيرة بدون ذكر الاسماء هي اللي عملالها العمل عشان خاطر هي مش عايزة ان الشخص ده ينجح لا 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 يا الله الواحد بيحاول يعني ينضف اه طبعا اه طبعا هي الاب الروحي لها في المجال اصلا وهي اللي دخلتها ليه بتصبح نفس الفكرة اللي بتقول عليها ان حد قريب مننا هو اللي ممكن اكتر حد يكون ازينة في الساعة ارجع لنقطة مهمة جدا ان طبعا احنا منتكلم الكلام ده النهاردة عشان نقول ان فيه احتمالية ان ده يحصل من اقرب الناس طبعا بس ده ما يدينيش برضو الفكر انه احنا نشكف الناس اللي حواليني على قد ما نقدر بس دايما دايما نحصل نفسنا على قد ما نقدر لانه الواحد برضو لما يأحمد بيفتح على نفسه باب الشك ما بيخلص لان عندي حد من تحابي فعلا بس عشان النقطة دي وعشان خاطر انا مش عايزة اوصل مرحلة الشك فيه فيديوهين تعالي نشوفهم الاول وبعد كده اقول لك الموضوع الشك ده عشان خاطر الموضوع هياخد مننا منحنة مختلفة اكتر من كده اكتر من كده احمد يا ناوي يا ناوي ليه ده من اللي داخل جوة الكلبة كده يا ماما ازاي ازاي يا ناوي مكتوب ربط ربط ازاي بارساي صرق نوفل طلع تو ايه تو اب تической جليع شوفتي ماى ان اعرف مياد ان تبه ان تبه اندبه انتبه ان تبه ان تبه ان تبه بسم الله بسم الله جب المات جب المات أحمر أحمر أحنا أن trabajando وقام بشيخ فالشيخ يقول الحاجات ويطلع ويكتشفت's العمل موجود موجود في الكنبة اللي هو وما يعودون عليه فقلب الكنبة من جوا من الوصل لقلب الكنبة من جوا؟ أكيد من أهل البيت مليون في المية من غير التفكير و myggi موضوع التاني برضو نفس الفكرة انا عايز اقولك بقى بالمفاجأة عشان موضوع الشك ومن الحاجات الغريبة بالنسبة لي جداً واحدة صاحبتها جابت لها جزمة دي والجزمة بدأت انها تلبسها ومن بعد ما جابت الجزمة دي حياتها بدأت انها تتدمر تماماً ومع اللبس ومع الوقت الجزمة تقطعت عشان يكتشفوا ان فيها عمل محطوط جوه الجزمة لا 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 ممكن الصورة للجزمة يعني بجد ده اصعب فكرة ان هو بيلازمك ايو انا معيك انا بتكلم ايه الفكرة ده ايه الشر ده ايه الشر ده يعني ايه ده هكسب ايه من ورا ده عملت العمل وخربت بيتها انا كسبت ايه اللازة بتاعتش الناس مريضة الحقد والغيل انا عايز اقولك ان ديب مش بس يعني لا لو ده بالنسبة لكم موضوع ممكن يكون استثنائي ففيه حملات تنظيف المقابر المختلفة اكتشفت ان فيه جزم كتيرة جدا موجودة محطوط فيها اعمال ومرمية في المقابر انا بشوفها على الفيسبوك اليومين دول بيقولك نسكوا واحدة بتعمل اعمال بتلمية في جبل العرفات اه ايه 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 شوف كارسة ده ده انا تخضيت لما شفت وقابدين على الست دي قابدين عليها وزي يعني كان فيه كان وحاكلنا القصة دي ايه حد ما كان بيكلمني وبيقولي هو ممكن يعني هو يكلمني مخصوص من يومين بالضبط او طيب ان مبارح بيقولي هو ممكن حد يسافر كل المسافة دي عشان يروح يعمل عمل قلت له اه فيه حد يروح يعمل عمل يعني قلت له فيه ناس بتسافر في المكان الطاهر والكريم ده عشان خاطر بصراحة انا مش مصدق الكلام ده يا معا اه ده ده عايب يارانا على اللي احنا كنا بتقوله ان فيه الناس تعمل اه فيه نفوس مريضة فين بقى هو مش بيعمل فين ومش عند دجال هو رحفة اطهر مكان موجود على وجه الارض ويبقين لك ان هو مختل فوق الوصف انا عايز اقولك فيه ناس كمان كانوا من ضمن ده تحدي مع استغفال الله العظيم يا رب مع ربنا وربنا هيقدم شر للناس هو مش دي ناس مش مش تحدي مع ربنا بقى دول الناس اللي استحوذ عليهم الشيطان بقى هما دول انا بساميهم دول شياطين الانس اتمنى تكون رجعت هي يعني نظافة بقى وربنا هداها او ماجهة لو تفتكري فيه الست اللي ما كانين بتروح لحد الحرم وتشوف الكعب مرتين ورا بعض بتسافر وتعمل عمرة عشان تطوف مش شايفة حاجة ودي طرعت مغسلة ومكفنة وكده بتحط العمال في بق الناس وهي بتكفنهم يا نهري شوي